ربنا منع علينا واكرمنا وجعلنا من اول زمرة تدخل الجنة امين يا رب ودخلنا الجنة من غير حساب ولا عتاب ولا عذاب وبعدين بقى بالنقى اعلى مكان في الجنة فلقينا انه اعلى مكان في الجنة مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام حيل واوي قلنا يا لجا معركزوا الله يستركم الامر مش صعب ولا لغة رتمات ولا حاجة مستحيلة وانه ليسير على من يسره الله عليه اللي هو ايه مرافقة النبي في الجنة فعرفنا رقم واحد لما ربيع ابن كعب الاسلام واحد من الصحابة قال النبي اسألك مرافقتك في الجنة نفسه بقى رفيقك في الجنة يا رسول الله فالنبي قال له فاعني على نفسك بكثرة السجود ايها المسلمون ايها المشاهدون يا من تريدون مرافقة النبي في الجنة ايه نعم كتروا من السنن كتروا من النوافل صلوا كتير يا سلام هتبقى جنب النبي في الجنة اش معنى لانه باختصار والامر سهل جدا وبسيط وكرامة للنبي ما تنسوا الجملة دي النبي بيقول ايه عارفين قلنا له يا رسول الله واخدين بالكوا قلنا له من ايه يا رسول الله قال انا حببا الي من دنياكم انا اكتر طلت حاجات بحبهم هم ايه دول يا رسول الله الطيب ريحة الحلوة طب والله دي حاجة ما تزعلش والله دي حاجة جميلة ان الواحد يبقى دايما متطاهر كده ده ربنا بيحب المتطاهرين فيه رجال يحبون ان يتطهروا الناس اللي بتروح الجامعة ومسجد النبوي ده التطهر ده حاجة حلوة اوي ان الله يحبه ها التوابين ويحبه المتطاهرين انه يقول انا حب الطيب طب رقم اثنين ايه يا رئيسنا النبي النساء الاحسان الى النساء الرفق بالنساء ده هو اللي علمنا استوصوا بالنساء خيرا ده هو اللي علمنا رفقا بالقوارير الانثى دي زي القرورة اوعى تتكسر منك اوعى تحرجها اوعى تنهرها اوعى تقهرها بالقاف اوعى تكهرها بالكاف شوف بتزعلهاش طيب فالنبي يقول حببه الي من دنياكم النبي بيحب تلات حاجات اللي يحبهم يبقى مع النبي ده يعني ده باختصار حببه الي من دنياكم الطيب والنساء وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ فعايز ترافق النبي في الجنة صال حب الصلاة ترجمة نانسي قنقر